تعتبر الشمس النجمة المركزية للمجموعة الشمسية، وهي تقريباً كروية الشكل، وتحتوي على بلزمة حرة متشابكة مع الحقل المغناطيسي، ويبلغ قطر الشمس حوالي مليون وثلاثمائة واثنين وتسعين ألف وستمائة وأربعة وثمانون كيلو متر، وهو ما يعادل مائة وتسع إضعاف قطر الأرض، أما كتلتها فهي تعادل ثلاثمائة وثلاثين ألف ضعف كتلة الأرض. فمما تتكون الشمس؟ تتكون الشمس من عنصر الهيدروجين وعنصر الهليون؟ وهما يمثلان أربعاً وسبعون فاصل تسع في المائة وثلاثاً وعشرون فاصل ثمانية في المائة من كتلة الشمس في الخلاف الضوئي في هذا الوقت من حياة الشمس. أما جميع العناصر الأفقل والتي تسمى المعادن في علم الفلك، فهي تمثل أقل من 2% من كتلة الشمس، حيث يمثل الأكسوجين واحد في المائة من كتلة الشمس، ويمثل الكربون صفة فاصل ثلاثة في المائة، ويمثل النيون صفة فاصل اثنين في المائة، ويمثل الحديد صفة فاصل اثنين في المائة. ومن الناحية الكيميائية يشكل الهيدروجين ثلاثة أرباع مقونات الكتلة الشمسية، أما البقية فهي في معظمها هاليوم، مع وجود نسبة 1.69% من العناصر الأفقل متضمنة الأكسوجين والكربون والنيون والحديد وعناصر أخرى، ويتكون الغلاف الضوئي من 73.46% من الهيدروجين، و24.85% من الهليون، وصفة فاصل 77% من الأكسوجين، وصفة فاصل 29% من الكربون، وصفة فاصل 16% من الحديد، وصفة فاصل 12% من أنيون، وصفة فاصل 0.09% من المتروجين، وصفة فاصل 0.07% من السيليكون، وصفة فاصل 0.05% من المغنيس وم، وون صفة فاصل 0.04% من الكبريد، أما بنية الشمس فهي تتكون من النواد، وهي على عمق 20 إلى 25% من نصف قطر الشمس، حيث درجة الحرارة والضغط كافية لحدوث الانسهار النووي، وتعتبر نواة الشمس طبقة التي تنتج معظم الطاقة الحرارية للشمس من فلال الاندماج النووي، وتنتقل الطاقة الناتجة من النواة من فلال عدة طبقات لتصل إلى الفوتوسفير، لتنتقل بعد ذلك إلى الفضاء على شكل أشعة ضوئية وطاقة حراكية للجسيمات. المنطقة الإشعاعية لا يمكن أن يحدث الحمل الحراري إلى أن يقترب سطح الشمس من ذلك لكثير، لذلك يكون بين 20 لـ 25% من نصف القطر. هناك منطقة إشعاعية يحدث فيها نقل الطاقة عن طريق الإشعاع، الفوتونات، بدلاً من الحمل الحراري وهي 70% من نصف القطر. خط السرعة وهي المنطقة الحدودية بين المناطق الإشعاعية والحرارية. منطقة الحمل الحراري وهي حوالي 70% من نصف قطر الشمس وقريبة من السطح المرئي، تكون الشمس باردة ومنتشرة بما يدفي لحدوث الحمل الحراري، وهذه تصبح الوسيلة الأساسية لنقل الحرارة إلى الخارج على غرار خلايا الطقس التي تتشكل في الغلاف الجوي للأرض. الغلاف الضوئي وهو أعمق جزء من الشمس يمكننا أن نلاحظه مباشرة مع الضوء المرئي لأن الشمس كائن غازي ليس له سطح محدد بوضوح، وعادة ما تنقسم أجزائها المرئية إلى صورة ضوئية وصورة جوية. والغلاف الضوئي عبارة عن هالة غازية تحيط بالشمس تجتمل على الكروموسفير ومنطقة انتقال الطاقة الشمسية والإكليل والغلاف الشمسي، يمكن ملاحظة ذلك عندما يتم إخفاء الجزء الرئيسي من الشمس على سبيل المثال أثناء كسوفة للشمس. أما طبقات الشمس هي 1- قلب الشمس 2- المنطقة الإشعاعية 3- منطقة الحمل الحراري 4- الغلاف الضوئي 5- الغلاف اللوني 6- الهالة 7- البقع الشمسية 8- سطح حبيبي هائل 9- الانفجارات الشمسية 9- ويتم نقل الحرارة إلى الخارج من قلب الشمس بالإشعاع بدلاً من الحمل الحراري 10- وبالتالي لا يتم رفع الانصهار للخارج بواسطة الحرارة بل تقف النواة 11- وبدأ نواة الهليوم الداخلية بالتشكل تدريجياً ولا يمكن دمجها 12- لأن جوهر للشمس في الوقت لحالي ليس حاراً أو كثيفاً بما يكفي 12- لدمج الهليوم في الغلاف الضوئي الحالي 13- ويتم تقليل الهليوم والعناصر الأفقل حيث تشكل ما نسبته 84% 14- مما كانت عليه في المرحلة الأولية قبل بدء الاندماج النووي في القلب 14- وفي المستقبل سوف يستمر الهليوم في التراكم في قلب الشمس 15- وفي حوالي 5 مليارات سنة ستؤدي هذه الزيادة التدريجية في النهاية إلى خروج الشمس من التسلسل الرئيسي وتصبح عملاقاً أحمر 16- سبحان الله صلى على محمد